أكد الاتحاد العام للشغل أنه يعمل على صياغة خارطة طريق سيقدمها للرئيس قيس سعيد خلال الأيام القادمة مطالبا في الوقت نفسه النقابات بتأمين المؤسسات ومنع أي تلاعب بوتائقها بيان الاتحاد العام للشغل يأتي غدا تأعفاء الرئيس قيس سعيد رئيس التلفزيون الوطني من منصبه وتعين بديلا مؤقتا له وهو القرار الذي جاء بعدما منعت إدارة التلفزيون التونسي مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشطا حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حواري وتتوالى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة ضبط الأمور داخل مؤسسات الدولة المختلفة الرئيس سعيد وفي أحدث قراراته أصدر أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس التلفزيون الوطني التونسي من مهام منصبه وتعين بديل له خطوة أرجعها مكتب الرئيس التونسي بسبب منع إدارة التلفزيون لبعض الشخصيات الوطنية من الظهور على الشاشة والمشاركة في أحد البرامج الحوارية ومنها مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشط حقوقي بالتوازي مع ذلك يترقب التونسيون تنفيذ تكلفات الرئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة حيث أعلن الرئيس سعيد خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عزمه إصدار نص قانوني ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة إجراءات عديدة أعلنتها مؤسسة الرئاسة التونسية من بينها أيضا تعليمات الرئيس سعيد للجهات القضائية بفتح تحقيق حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2019 وخصوصا مصادر تمويل حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس وقائمة عيش تونسي قرارات جريئة يتبناها الرئيس التونسي وتمثل مطلبا ملحا من التونسيين الذين باتوا يعانون ظروفا اقتصادية صعبة ووضعا سياسيا لم يسفر عن أي جديد للتونسيين